ولأن خصوصية كاركوك تفرض قراءة مختلفة وحسابات متقاطعة لخارطة النفوذ ولسيما منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في وقت يطمح التركمان بحصولهم على منصب المحافظ لأول مرة منذ 2003 تقول عضو مجلس المحافظة سوسن عبدالواحد أن هناك توافقات ينبغي أن تتم بين رؤساء الأحزاب لأجل مصلحة محافظة كاركوك فالتركمان أقرب للعرب من أجل أن يشكل ثمانية مقاعد والحصول على منصب المحافظ للمرة الأولى منذ 2003 ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كاركوك حيث يدار معظمها الآن بالوكالة من ضمنها المحافظ ونائبيه ومعاونيه وقائم مقاميات ونواحي ومديرينها منه ترجمة نانسي قنقر